يعني فيه initiative أطلقتها مصر وهي climate and nutrition وتأثير التغيرات المناخية على الغذاء اللي بيؤثر بشكل مباشر على الصحة دي مبادرة بقيادة مصر أطلقتها وزارة الصحة والسكان مبادرة تقليل التأثيرات الناتجة عن الانبعاثات الكربونية احنا مصر دولة ما بتطلعش انبعاثات كربونية كتير لكنها بتتأثر بالانبعاثات الكربونية والانبعاثات الكربونية أو تغير المناخ الحقيقة ما بيعرفش الحدود وما بيفرقش ما بين الدول اللي في أفريقيا والدول اللي في أمريكا والدول في أوروبا تغير المناخ يصيب الجميع وبالتالي الدول التي تصدر غازات كربونية عالية بتؤثر على الدول التي لا تصدر فمشاركة مصر كرئيس مع المملكة المتحدة أو كوتشير في مبادرة الحفاظ أو تقليل انبعاثات الكربونية من الدول اللي بينبعث من مصانعها والدول التي بتتأثر زي مصر بالانبعاثات الكربونية دي أنشطة علمية وبحثية ومبادرات مرتبطة بالتغير المناخي قامت بإطلاقها وتبنيها الدولة المصرية من خلال وزارة الصحة يمكن ده ما الناس ما خدتش بالها منه وانا بيتكلم على دور وزارة الصحة في المناخ ده مش بس كان الصحة أنا وكانا بيتكلم على الصحة وعلى التعليم العالي والبحث العلمي على البيئة على الخارجية على الزراعة احنا برضو مع وزارة الزراعة انت النهار ده كان فيه جلسات تتعلق بالمناخ كان فيها سيد وزير الزراعة في الوان هيلف تحديدا سيدة وزيرة البيئة سيد وزير الصحة سيد وزير التعليم العالي كل دول كانوا قاعدين على مائدة واحدة طاولة نقاش واحدة مع الفاو ومنظمة الأغزية ومنظمة الصحة العالمية مع كل المنظمات الأممية بنتكلم في مصر ازاي نتحرك نحو الحفاظ على المناخ طيب ده ده يمكن هيخدني على مسألة انه على ما يبدو صححة انه انا غلطان يعني كل التأثيرات اللي بتحصل على الكوكب بتؤثر بطبيعة الحال على الحياة البيولوجية صحيح وعليء الفيروسات والأمراض والأوبئة والبكترية هي كمان بتتطور او بتتحور بالضبط وطريقة عملها وفعليتها بتختلف صحيح وده يخيني بادي قاعد اسأل طب حضراتكو كوزارة الصحة وكأطباء هتتعاملوا مع ده ازاي في ظل مثلا ان احنا عندنا كل المتجارات المناخية وعندنا اختلافات كمان بتحصل في طراجات الحرارة حتى عندنا في مصر الحر بقى زيادة والشتة بقى زيادة او البرد بقى زيادة واحدة كمواطنين هنعمل ايه؟ مما لا شك في ان تغير الجو بيرتبط ارتباط مباشر ولصيق بالكثير من سلوك المسببات الأمراض سواء كانت ناقلات الأمراض دي حشرية او فيروسية او بكتيريا لكن على سبيل المثال الجفاف اللي بيبقى موجود في بدايات الخريف وفي جو الشتة بيساعد على زيادة نشاط الفيروسات التي تصيب الجهاز التنفسي سلوك الانسان في الشتة اللي هو بنقفل على نفسنا ما بنهويش بنحاول نعطف اماكن مقفولة عشان البرد بيساعد على انتشار الاصابة بالفيروسات التنفسية الأغشية المخاطية اللي موجودة في الانف اللي هي المنافذ اللي بيدخل منها الهواء اللي وبتفرز السائل المخاطي عشان تمنع الفيروسات بيقل افرازها في الأجواء الجافة فده بيخلي الفيروسات تنتشر بشكل اكبر